حذر الناطق باسم رئيسة الفلسطينية نبيل أبوردينة من أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا تمهيدا لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باكتياح رفح الفلسطينية وحملان الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه السياسات للسرائيل الخطيرة وقال أبوردينة إن الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان هي التي تشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطينية وأكد أبوردينة أن الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لوقف المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية